تعالوا روح ليه أخبار نادي الزمالك النهاردة والزمالك بيصرف جزء من مستحقات لعبيه خلال ساعات ومجلس الإدارة بيعدهم بمكافأة خاصة لو فازوا على النادي الآهلي في نهاية الكاس لعيب النادي الزمالك عندهم بعض المستحقات المتأخرة نادي الزمالك أو إدارة نادي الزمالك وعدت بصرفها خلال أيام قبل مبارات النادي الآهلي ومجلس إدارة النادي كمان وعد لعيب نادي الزمالك بمكافأة خاصة لو قدروا يفوزوا على النادي الآلي في نهاية كأس مصر ده بالنسبة للمكافئات كمان نادي الزمالك بينزر رزاق سي بسبب انقطاعه عن التدريبات دون إذن انتعارفين رزاق سي هو قرب من نفسه كده نعادي خلص مع نادي الزمالك من نفسه سافر بقى لبلاده والأمور بالنسبة له انتهت بالنسبة لنادي الزمالك وكان عادي يخلص السنة دي فقال لك لا أنا خلاص أنا مسافر بلدي وأنا عادي خلص ما كملتش الموسم مع نادي الزمالك رسمي بعث له انذار بعد الانذار الزمالك هيبدأ ياخد إجراءاته القانونية ويشتكي اللاعب في الأيام القادمة لو ملتزمش وعاد للتدريبات طيب طريق حامد حراركم عارفين الكسة كلها طريق حامد كان غيب شوية عن تدريبات نادي الزمالك دخل في فترة تحقيق في نادي الزمالك ولكن طريق حامد التي بيحاول يلحق بمعسكر اتحاد جدة في النمسا الأسبوع اللي جاي كلام كبير انه خلاص طريق حامد خلص مع اتحاد الجدة وتحاد جدة هيعلن يوم السبت اللي جاي عن معسكره وحاطت اسم طريق حامد في المعسكر وطريق حامد طلب من إدارة نادي الزمالك انه يمشي في الفترة الحالية ولكن حتى هذه اللحظة الأمور معلقة وطريق حامد مكمل مع نادي الزمالك بس طريق حامد لو ملحقش المعسكر ممكن يبقى فيه يعني تعثر في هذه الصفقة ان تقال طريق حامد إلى نادي اتحاد جد اشتركوا في القناة